أعلنت وزارة التعليم العالي فتحها باب التسجيل في خطة الشواغر للمنح الدراسية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2017-2018 خلال الفترة بين السادس والثامن من شهر يغسطس الجاري إلكترونيا الوزارة في بيان لها أكدت أن من أهم شروط الالتحاق أن يكون الطالب كويتي الجنسية وأن لا تتجاوز شهادة الثانوية العامة للمتقدم عامين دراسيين وأن لا يتعدى عمره الثلاث والعشرين عاما وأوضحت أن خطة الشواغر تشمل ثمان جامعات سعودية تقدم تخصصات علمية وأدبية في البكالريوس وتشترط نسبة قبول 80 إلى 90% للتخصص العلمي و80% للتخصص الأدبي